طيب نعرض كمان كابتن محمد فاروق استقال من لجنة الحكام مصدر باتحاد الكرة قال لنا نسبة باستقالة كابتن محمد فاروق هو ان الكابتن فاروق حصل على وعد من الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة بانه يكون نائب رئيس اللجنة لكنه فوج بتواجده مسؤول عن الدرجة الثانية والثالثة مع الكابتن تامر دوري كمان الكابتن تامر دوري قال او عمل كده برضو خد نفس الخطوة واستقال لانه كان مسؤول عن ادارة او ادارة تقنية الفيديو ولكن تم استبعاده ليكون مع فاروق في الدرجة الثانية والثالثة وتم تعيين حكم انجليزي اسمه جاك كولين كان موجود في معسكة الحكام قبل بطولة الدوري ولم يظهر في الاتحاد من وقتها الا بعد قرار تعيينه كمان الكابتن توفيق السيد كان تلقى وعد بانه يكون مدير اللجنة وده برضو ما حصلش واصبح مسؤول فقط عن تعيين الحكام في اللجنة لكن كابتن توفيق السيد لم يستقل كمان كابتن محمد حسن وكابتن طارق سامي حكام عاملين وفي القائمة الدولية وتفاجأ بوجود اسمهما ضمن اللجنة دون اخترام يعني هم مشغالين حكام لسه ولقوا نفسهم في اللجنة ده معناها ايه؟ معناها خلاص احنا شكرا مش عايزك حكم عايزك تبقى في اللجنة الحكام وجهوا مسؤولي اتحاد الكرة بالامر ده واعترضوا على القرارات كان رد اتحاد الكرة ان التعينات دي كلها جاءت باختيار من كلاتنبرج الوضع ايه بقى جوه لجنة الحكام مش على افضل ما يرام الدنيا جوه متكهربة استقالات وازمات وقصص وبصراحة بصراحة رغم انتقادات كثيرة لكلاتنبرج من اسرة التحكيم المصري انا مع اي حاجة هعمل لكلاتنبرج للاخر يعني وريني اخرك في الادارة اعمل الصح من وجهة نظرك وحسبه في الاخر اعمل الصح وحسبك في الاخر مش بقول اللي بيعملوا لوقت ده صح الله اعلم اعمل الصح من وجهة نظرك اللي حسبك عليها في الاخر مش انا كريم اتحاد الكرة يعني بس اعمل الصح من وجهة نظرك اللي انا ممكن اشوفها غلط عادي انا مش مشكلة اللي جمي مش مشكلة السادة الحكام اللي زعلانين برضو مش مشكلة مع كامل اللي احترام ليهم بس هو المسؤول هو اللي هيتحاسب مش هما وبالتالي يعمل له عايزه يتساب يعمل اللي هو عايزه عشان لو ما تسابش يعمل له عايزه لقدر الله لقدر الله وإحنا من حزبه في الآخر يقول لك أنا فشلت عشان أنتم ما سبتونيش عامل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هو براءة وإحنا المسؤولين المسؤولين على الكورة